انا بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة مستشار سمو رئيس الوزراء لحضور حفل تخريج الفوج التاسع لطلبة البكالوريوس بالجامعة العربية المفتوحة فرعي مملكة البحرين وتم الاحتفال بتخرج 193 طالبا وطالبة من كلية إدارة الأعمال وكلية تقنية المعلومات والحوسبة في الجامعة ونقل سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة تحياتي وتهانية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر للخارجين وأسرهم بهذه المناسبة وتمنيات سموه للخارجين بالتوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية وقد أكد مستشار سمو رئيس الوزراء أن قطاع التعليم يأتي في مقدمة أولويات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء انطلاقا من إيمان سموه بأهمية الاستثمار في العنصر البشري وتطويره وتدريبه ليكون أكثر قدرة على المشاركة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في كافة المجالات ونوه سموه إلى همية الدور الذي تقوم به المؤسسات التعليمية الخاصة في مساندة الجهود المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية بما لديها من إمكانيات وكوادر أكاديمية متميزة مشيدا سموه بالجامعة العربية المفتوحة فرع مملكة البحرين وما تمثله من قمة مضافة للمؤسسات التعليمية في البحرين ترجمة نانسي قنقر